بسم الله الرحمن الرحيم و اهلا بكرة طلب و امتبع قناة تابعة ما انتم بخير لو انت بتابعة قناة المرؤولة فمن تنساقش تعمل لايك و سبسكراب وتفعل الجرس عشان توصل لكل التنبات لفترة الجاية اليوم ان شاء الله هتكلم عن درس جديد وهو في الواحدة الخمسة عن اشكال المستقبل واحد يقول لي مصر مش هو ده الدرس اللي خدناه في تلت عددي اقول لك ايوه نعم او ممكن شوية تغيرات بسيطة بس هو هو الدرس اللي خدناه في تلت عددي طيب يبقى ما تشرحه وش خلاص هو ده فعلا اللي هيصل احنا مش هنشرح الدرس ده يا شباب بس ان شاء الله هتكلم عليه كده باختصار و هقول لي شوك ملحظاته عليه تذكيرا بالدرس اللي فد و ان شاء الله هنبدأ في حل التمرين على طول موسيقى والكل الطلبة طبعا ما شافتش الشرح اللي هو في تلت عددي انا هسيب لك اللينك بتاع الشرح ده في الدسكريبشن تحت ان شاء الله موسيقى وبتمنى انت تفرج عليه لو انت ما تفرجشش على الشرح طبعا زي ما انتوا عارفين ان الازمه اللي بتدل على المستقبل كتير جدا 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 ومنها طبعا المستقبل البسيط وزي ما احنا عارفين المستقبل البسيط ليه شكلين طبعا ويل او جونج تو وباختصارا طبعا للوقت الفرج مبين ويل و جونج تو طبعا فيه فلوجات كتيرة جدا مبينهم بس عشان خطر نختصر احنا جونا ويل ممكن لاطفال الصغيرة او المراحقين لسه معنى صح ما بيفكروش بالحاجات اللي هم عايزين يعملوها والحاجة اللي هم عايزين يعملوها فبياخدوا القرار بسرعة جدا. اما جوينكتوب فبتحتاج خطة وترتيب. وبتبقى في مدة طويلة شوية عشان خطر تاخد القرار ده. وكمان حاجة تانية من اشكال المستقبل اللي هو المضارع المستمر. اللي هو بتكون من ام از ار زائد زائد اي ان جي. وده بنستخدمه في الغارب لما بنتكلم عن ترتبات مسبقة. وهنا يجي ناس سؤال مهم جدا جدا. الفرج ما بين الخطة اللي بنستخدم فيها ال行 toe والفرج ما بين الترتيب اللي بنستخدم فيه المضارع المستمر. اللي هو الموضوع سهل جدا. فخلي بالك معاه. الخطة خطة طالowner ما رتبتش ليها. الخطة خطة طال passo مرتبتش ليها. على سبيل المثال عندك خطة مثلا ان انت هتسافر الى مكان ما. الخطة دي تعتبر خطة طالما انت ما عملتش ترتب فعل لها. طالما ما ما عارفتش إمتى هتسافر وإزاي هتسافر يبقى هنا تعتبر خطة والخطة دائما بنستخدم معها going to لما بنجي نتكلم عن المستقبل لكن الخطة دي انت لو حضرتك اتخذت لها إجراء فعلي زي مثلا انت روحت المطار وحاجهت التذاكر وعرفت موعد السفر وهتسافر ازاي فده اعتبر ترتيب وهنا طبعا انت مفعش استخدم going to انت بتستخدم المضارع المستمر مثال تاني على الكلام ده طبعا جيت انت خطت خطة كده او جيت لك خطة في دماغي اقول انا نفسي اتعلم انجليزي ده تعتبر خطة لكن لو رتبت للخطة دي بمعنى صح ان انت روحت وشوفت كورس وحاجه است وخدت الموعيد وعرفت ازاي هتبدأ وامتى هتبدأ فده يعتبر هنا ترتيب فعلي انت عملتله او اتخذت اجراء فعلي في الترتيب ده كمان من اشكال المستقبل المضارع البسيط وزي ما احنا درسنا في اعداد قبل كده وعرفنا ان المضارع البسيط لما تيجي تتكلم عن جدول سابتة اي جدول سابت جدول معايد قطرات جدول طائرات فتح مكان اغلاق مكان ده بعتبر المضارع البسيط وكنا دايما بنعلمه بكلمة اللي هو يغادر ودايما بنستخدم المضارع البسيط على الساس اننا نحنحنحط اس او منحطش اس والموضوع حيبج سهل جدا معنا ان شاء الله طبعا اليوم انا مش هشرح شرح كتير جدا لاني طبعا اغلب الناس بتحس ان شرح بعيد جدا عن تطبيق فتعالوا نطبق واكد الناس في الدروس اللي هي كانت معاها وفي العاجات وفي المدرسة عرفتوا باختصارا كده الفروجات وطبعا اللي معرفش ان اقولت لك ان شاء الله هتنزل في الوصف والفيديو ممكن تاخد فكرة عن ازمنة المستقبل او الاشكال بتاعت المستقبل ودلوكي زي مع عادكم اغلبكي ندخل على التطبيق اللي معايا وحسيبك انت تحل وانا ممكن اعلق على الحل اللي انت بتحله والحاجة اللي انت بتحله فحل عشان قادر تتأكد من الاجبات بتاعتك وعشان قادر تاخد ثقة زيادة معايا وكلما تمرنت اكثر كلما كنت حاجة كويسة ان شاء الله وتتحسن بسرعة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل طلبة السف الاول السنة ويعودنا تاني لكم مع قاعدة جميلة جدا وان شاء الله ان شاء الله حيكون جميل جدا او التطبيق بمعنى صح حيكون حلو جدا فبالله عليك ركز هنحاول ان شاء الله ان انا حل بسرعة بناء على انت وقفت الفيديو وحلت معي خلاص يلا نبدأ باجع على بركة الله واحدة واحدة كده مع بعض وان شاء الله درس اليوم انا متأكد انه هيكون سهل 200 المية ان شاء الله باذن الله يلا بدايتم معنا مع اسئلة unit 5 الواحدة الخمسة وهنتكلم عن اشكال المستقبل بسهولة جدا ان شاء الله اول سؤال معاه طبعا بعد ما قريته نقاط tomorrow we have booked our tickets حاجزنا تذكر بالفعل اتخذنا اجراء فعلي اذا انت هنا عايز مضارع مستمر يبقى تقول are traveling how old are you بيسألو كم عمرك هيقول له عمره في المستقبل ان شاء الله اذا الحقائق المستقبلية هنستخدم معها will excellent طيب i have made up my mind made up my mind يعني اتخذت قراري بالفعل وطالما انت اتخذت قرارك بقى انت كده فكرت واخدت وقت في التفكير فا اذا انت هتقول هنا going to تمام i don't know how to use this camera مش عارف يستخدم الكاميرا ازاي it's quite easy نقط you اه هنا بعرض عليه بيقول له ريك ازاي تعملها اذا نقرر بسرعة جدا يبقى هتستخدم برضو will تمام طيب our school ولو بصينا هنا كده كلمة arranged يعني اترتب والترتيبات طبعا زي ما قلنا بديستخدم معها الموضوع العالمستمر تمام كده طيب اللي بعديها انبص كده مع مواضينا هنا بيقول له i expect that dream married next year السنة اللي جاية ان شاء الله اه السنة اللي جاية ان شاء الله فين دليلك يا استاذ اني هتتجاوز السنة اللي جاية فين دليلك فانت ما معكش دليل يبقى هنا هتقول will طيب watch out اه انا حليتي جملة طرح ما قلت watch out لان اخلي بالك watch out be careful to care من الحاجات اللي بتدل على اشياء على وشك الحدوث بالله عليك اشياء على وشك الحدوث بتسعرم معها مين بتسعرم معها going to طيب خلي بالك من كلمتها اسمها about to ودي كلمة حلوة جدا about to مش معناها زي ما انتشاف حرفية لا معناها about to يعني على وشك انا كنت خلاص يعني مثلا اقول لك انت كنت فين about to مثلا have dinner انا كنت خلاص هتناول على وشك ان انا هتناول بتلا وبرضو على وشك انا اشياء على وشك الحدوث خلي بالك معاها برضو ان كلمت about to طيب يبقى هنستخدم مين هنستخدم going to يبقى are going to drop طيب I know got work early today arranged طالما خططت طالما رتبت كلمة arranged يبقى هتستخدم مضارع مستمر يبقى هتقول I'm leaving طيب the train والله العظم مش محتاجة فكلما قلت لك كلمة leave وكلمة leave فيديو فيديو في المضارع لان هنا فيه توقيت معك للقطار يبقى هتقول مين هتقول ياما leave ياما leaves طيب هنا مفيش معنى غير كلمة leaves I expect that my teeth I expect that my teeth أو سوري my teeth I am my team sorry my team the match الفريق بتاعي the match آه هل هنا عندك دليل او استاذ ان هو هيفوز ما عنديش دليل يبقى انت حضرتك بتفتي تابل لك يبقى هتستخدم well win طيب why you are taking down all the pictures صور بتعزفها ليه او بتشيلها ليه قال له ايه قال له زروم او او انا ان شاء الله هقط هعمل ايه هادي القرفة بتاعتي اذا هنا انا عملت ايه ها عملت حاجة يعني بعنصح في دليل انا هعمل القرفة كده يبقى هتستخدم مين هتستخدم going to طيب طيب اللي بعديها ماي انجليش لسن او هنا هيبدأ الساعة كذا او هينته الساعة كذا يبقى هتقول على طول يبقى start يبقى هتقول على طول يبقى هنقول start طبعا عشان مفرد تمام ندخل على اللي بعديها قال لك have decided to buy او انا عملت قرار decide يقرر يبقى decide على طول هتستخدم مين الله ينور عليك يا ابني انت شطر جدا يبقى going to طيب they know got a party next Monday everything is arranged كل حياة مرتبة عمل حاجة يبقى هتستخدم مين تمام مضارع مستمر يبقى هتقول مين هتقول or having الله ينور عليك the agent says العمل قال my flight الرحلة بتاعتي هتعمل حاجة توقيت بالله عليك ما انت خلاص عزب مضارع من المضارع في دون طب ما انت كويسة هو is لنور عليك she looks extremely pale هي تبدو شاحبة i think she i think she is a pagan عندي دليل هنا يا سيدي مش بافتة هي ما هي شاحبة هي بقى هنقول ايه is going to تمام كده طيب البعديها i think my cousin law he is keen on defending people هو مهتم بحماية الناس او الدفاع عن الناس طيب هل هنا معاك دليل ولا مش معايا دليل يعني هو مهتم بالدفاع عن الناس هل ممكن تكون دليل ان هو هيدرس محاماء او هيكون محامي لا احنا نقول ناس شخصية ما تعتبرش دليل تمام شايفك اللي بتقول will اللي نور عليك تمام يبقى will story طيب خلاص يا عم انت قررت بله عليك ما تدوشنيش طالما قررت هتقول going to تمام كده يبقى are going to اللي نور عليك طيب تعالى بعديها اه اه اي مام مم؟ هل تبدو غرر؟ انت شكلك تعبانة امي انا حضرلك لأكل ده اعتبر قرار سريع صح ما استخدمه لك دعاء بقيته و انت تبدو متعبة هو ما بقولكش اه انت شكلك متعبة او شكلك عيانة او لا هو بقولك انا اللي حضر الاكل او الناه لدينار اليوم فاذنقول ايه هنقول قرار سريع يبقى لنا ورعيك طيب تعلي بعدها الترتبات يعام الترتبات بالله عليك يبقى تقول ايه مدارك مستمر طيب الخطط الشخصية الخطط للسنوات اللي جاية خطط يا سيدي الخطط غير الترتبات الخطط عن السارة معها مين السارة معها going to طيب 20 سنة من دلوقت ان شاء الله I think my country ان شاء الله حبيبي بعد عشرين سنة ان شاء الله تكون ضدني يبقى تستخدم مين يا حبيبي فين الدليل بتاعك بتفتي حضرتك يبقى تستخدم ايه تستخدم ويل طيب my sister a baby she is pregnant حامل واحد يقول لي ويل ان شاء الله هما اقول لي مش مش شايفة ايه حامل يبقى هتحط ايه هتجب بيبي او هتجب بيبي مرة هتجب كلبي مثلا يبقى هتقول ايه هتقول going to تمام كده it's going to have هترزق ان شاء الله بولد واحدة حامل هترزق بايه هترزق بولد طبعا اللي بعديها what are you doing at the weekend بتعمل ايه يا ابنة في الويكند طب بالله عليك بالله عليك يا شيخ are you doing مضارع مستمر بالله تروح تاخد حاجة تانية هم تاخد حاجة تانية لا 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 ازعل منك يبقى هتاخد مين هتاخد مضارع مستمر يبقى I'm spending حضرتك بتعتقد هل معك دليل او هل مش معك دليل بتفتي او ما بتفتيش هنشوف I think the weather in England يبقى هوا في انجلترا ويندي لا حضرتك بتفتي كده فين دليلك ويندي يبقى ها I'm going on a holiday tomorrow I'm sure you know got it هتاخد ميت هتاخد ميت الله اعلم ما ممكن تتقلب بك العربية هتاخد ايه well enjoy ما عرفش ما فيش دليل هنا طيب don't pick up the photo او phone sorry ما تلتقتش الفون I know got it oh هنا يبني انا بتكلم بسرعة ها يجاوب عليه قرار شريع well الله ينور عليه طيب I'm thirsty انا عطشون صح oh dear عزيزي pardon me بعد ازنك يعني I know got good او you cold bring at once ايه ده عطشون طب انا هشكيك او هعمل لك ايه ده قرار سريع برضه يبقى well ده نور عليك طيب I'm studying medicine I know got a doctor او انا بدرس دلوقتي I am studying medicine I know got a doctor طب ما بدرس medicine ما قد دليل هكون ان شاء الله دكتور او انا دكتور سوري يبقى انا دكتور I'm going to be a doctor يبقى going to طيب تعال بعديه تعال بعديه تعال بقى نشوف السؤال رقم 30 mom is busy خلي بالك بيزي من الحاجة اللي بيجي بعدها ايه نجي cooking I know got who is knocking at the door او انا هنا قرارت قرار سريع هشوف ان انا مين اللي بيطرق على الباب اذا هتستخدم will طيب my professor has arranged رتب يبقى انت هنا هتستخدم المطارع المستمر is traveling رقم 32 30 I expect انا بتوقع I expect uncle عمر us tomorrow انا هنا بتوقع لكن ليس عندي دليل اذا انا افتي فهنا هنستخدم will او going to نستخدم will excellent يبقى will visit us سوري يا شباب احنا هنا بس العلامة المفروض مش will visit معلش خلاص يبقى will visit تعالنا ندخل بقى في special cases وخلي بالك بس هنقول كلمتين جبل ما ندخل عليهم ان معنا بعض الرابط اللي بيستخدم معها المدارع البسيط للتعبير عن المستقبل الرابط الزمنية اللي هي after as soon as when the moment وده بجيبها بعدها يا اما حدث بيكون مدارع بسيط او مدارع تام على حسب ما انت هتختار يا اما مدارع بسيط يا اما مدارع تام اللي بيجي بعد الرابط دي مباشرة النحية الثانية بيكون في الغالب يا اما جملة مستقبل اما جملة امر يا اما جملة مستقبل يا اما جملة ايه يا اما جملة امر تمام اما tell and tell طبعا انت عارف انه بيجي جاب ليهم حاجة منفية في الغالب بيكون يعني مستقبل بسيط بس منفي او جملة امر وبعدهم طبعا بيكون مدارع بسيط او مدارع تام على حسب ما انت شايف طيب الرابط دي خلي بالك مباشرة ما ينفعش تستخدم بعدها will او going to لا انت بتستخدم بعدها المدارع البسيط او المدارع التام على حسب برضه ما انت هتختار هنشوف الكلام ده ان شاء الله طيب خلي بالك بس برضه او حيطة انا اعزا اقول لك عليها ان لو حاجة منعتك من ان انت تعمل حاجة يعني مثلا انا مقدرش اعمل حاجة I can't تمام فالسبب اللي منعك ده بيكون مرتب لي اي يعني مستقبل قريب يعني مدارع مستمر تمام كده عشان بيجي بس لشيط الحاجات دي ياريت ان انت تدوانها كده وتكتبها بالراحة وتسمحها مرة تانية عشان الخطر ممكن السبشال كاسس تكون ايه صعبة مكشوية طيب He is going to catch the bus طيب لو بصرنا طبعا زي ما قلت لك انا في الغالب ان الموعيد اللي هو القطار مثلا يعني في الغالب يعني ممكن تصدر معه مدارع بسيط لكن انا طبعا انت تعرف وين وين من الحاجات اللي بيجي بعدها يا اما ها زي ما قلت لك مدارع تم او ماضي بسيط او سوريا مدارع بسيط طيب هنا هل في مدارع تم هنا انا برضو ممكن قولك ماضي تم لا هي مدارع تم هنا هل في مدارع تم لا ما فيش يبجى في معنى مين في معنى اللي هي المدارع البسيط طيب اللي بعدها وين شاف وين برضو جاء بعدها المدارع الايه المدارع البسيط جال لك مئة طبعا خلي بالك شباب ان انا ما قلت لك لما نستخدم الروابط دي معها مدارع بسيط او المدارع تم يبقى الجملة الثانية ان حتى انا بتكون في الغالب اني بتكون يا اما جملة مستقبل يا جملة امر طب هنا تعالى ماشي كل حاجات دي مش هتلاقيه ولا حاجة رفعت معك لما توصل كلمني يبقى تقول ايه تمام اللي بعدها ما تخسلش الاطباق لو انت يبقى ايه يبقى مدارع بسيط مدارع بسيط مدارع بسيط هنا في اف لو انت فكر قادلة تكلمنا علي هذه يبقى اف يو ار تمام طب تعالى بجال بعدها ايه كانت جو اوت ازيو انا مقدرش اروح معك خلي بالك لو قلت لك في سبب اهو انا مقدرش في سبب منعك من حاجة يبقى الحاجة التانية اللي انت هتعملها يبقى حاجة مرتبة ليها بمعنى صح تمام يبقى هنا طالما حاجة مرتبة ليها زي ما قلت لك عن استخدام المدارع المستمر يبقى انت هتقول هنا I am doing تمام when you are going to leave from rome تعالى تمشي امتى من روم ان شاء الله طب لو بصيت على السؤال هنا من غير ما تحتاجي تفكر اصلا السؤال بالمدارع المستمر يبقى انت لما تجيب اكيد برضو هتستخدم المدارع المستمر يبقى هتقول I am leaving واحد يقول لي ما هنا في وقت لا ما ليش داها دا اعتبر تاتيب تمام يبقى I am leaving طيب It's raining heavily بتمطر بغزرة Don't go out or اه خلي بالك خلي بالك بالله عليك اقول لك زاكر او انت هتفشل اعمل او انت هيحصل لك كزي دا اعتبر في الغرب انا بحذرك بحذرك من القنام بعمل شيء يبقى تطلقوا ما في تحذير الموضوع في تحذير يعني انا بقولك ما تطلعش برا او انت هيحصل لك يبقى انا بستخدم مين بستخدم will عند التهديد او التحذير تمام يبقى will get طيب اللي بعدها make predictions about your life اعمل لي كده تنبه وقت في المستقبل عن حادك فانت بتتنبه بتقول انا هتجاوس طيب انت حضرتك مش معك دليل ما ممكن تموت مرغل ما تتجاوس تمام يبقى تقول ايه i will تمام كده طيب he is brave by nature يعني هو شو جعبه طبيعته طيب قال لك he no got the problem المشكلة هلا هي واجه المشكلة طب واحد يقول لي ايه دا brave طب طالما brave اكيد هي واجه المشكلة لا انا لو تفتكرين قلت لك ان الكفاءات الشخصية او معنا صح السمات الشخصية تعتبر ولا ما تعتبرش دليل لا تعتبر دليل فانت عادي تستخدم مين هنا استخدم will تمام طيب you won't leave the office until طبعا هنا حاجة منفية او you won't leave تمام او زي ما قلنا مستقبل مستقبل منفي او جملة امر على حسب بقى قل لك until the manager نقط طيب احناك بقى هنستخدم ايه هنستخدم يا اما مدارع بسيط يا اما مدارع تام طيب واحد يقول لي اه طب مدارع بسيطة المدارع تام الفيزان هنستخدم نظر ہیں التامة هو السوري اللي هو هاس كولد والمضارع البسيط اللي هو كول يبقى احنا عزين واحدة من الاتنين دول بص بقى عشان اريح حكم الموضوع ده هو دائما بيجيب لك اختيارين اللي هو مضارع ومضارع مضارع دام ومضارع بسيط بس بيجيب لك حاجة منهم ما تنفعش يعني لو بصينا هنا على هاس كولد المانجر ده مفروض يمشي معه لكن لو بصينا على كول المفروض تتحطلها اس على اساس ان المانجر ده مفرد فالمفروض يبقى كولد فهنا شق من الجملة ما نفعش معي يبقى نحن يخد مين هاس كولد يبقى خلاص عرفنا الموضوع ده انت بتستخدم زمنين تمام بعد كل اغلب الروابط دي اللي هو معهم دائما مضارع بسيط مضارع تام تمام واحد فيهم بيكون خلط هنشوف الكلام ده في مسائلتان ان شاء الله جاي افتر زي مانجر هاس كولد يو بعد لما المدير نادى عليك ينو قد زي اوفيس ات وانس ها لو بصينا على افتر هنا قلنا افتر زي مانجر هاس كولد المفروض هنا بعد افتر جا زمن الايه زي جمن المضارع التام يبقى ها النحية التانية يكون في ايه قلت لك ايه ما يكون في جملة امر ايه ما يكون في جملة مستقبل طيب ايه من دولا جامعك امر ما جايش يبقى انت عايز مستقبل يبقى تقول ايه خلاص يا شباب كده ركزنا في شوية الحاجات اللي انا قلت لك عليهم دولا اللي هما شوية الرابط اللي هما افتر ويكون معهم جملتين ممكن اللي بيجي بعد يوم مباشرة مين اما مضارع بسيط اما مضارع تام النحط تاني يكون فيه اما معك جملة مستقبل اما معك جملة امر تمام عشان خطر بس نخلص من الموضوع دا يا وخلي بالك ان الرابط دي ما ينفعش ان يجي بعدها بعدها على طول اللي هو ممكن يجي بعدها مضارع بسيط او مضارع اه مضارع تام على حسب تمام طيب يبقى هنا هنقول will زي ما احنا قلنا طيب تعال لبعضيها in ten years time my father even older ان شاء الله يعني بعد عشر سنين بعد ان شاء الله في المستقبل كده ان شاء الله هيبقى اكبر يبقى هنا حقاق في المستقبل بنستخدم معها مين بنستخدم معها will تمام كده السناز زي ما قلت لك اهي السناز my son بتلك ان السناز برضو من الحاجات اللي بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام طيب بعد يقول لي طيب انا برضو ما عرفتش ما هو هنا معي مضارع ايه مضارع تام وهنا معي مضارع بسيط تمام والله محلولة سهلة ما هو وص والجملة التانية كانت ايه كانت مستقبلة ايه طيب بذلك اكده هتاخد اهلو فيه انا عارف ان انت حلته ومتاكد ان انت حلته my son ده مفرد بالله عليك انفع معها have left is an aho بيجيب لك الزمنين بس بيجي اعمل لك احد منهم غلط هي بجانت هتقول له على طول ايه leaves كويس كده طيب before she returns برضو اهي before جيب عليها المضارع الايه البسيط طيب she 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 as she has planet زي ما هي خططت طيب كلمة planet تي هتستخدم معاهمين انت قلت انت قلت ان الجملة التانية اللي تكون هنا تكون ايه مستقبل طيب ده مستقبل وده مستقبل وده مستقبل ودف بيحبر برضو كذلك على المستقبل بس انا مش هناخده هنا خلاص مش هنفع معنا طيب هتاخد مين انا قلت لك كلمة plant خطة يبقى هتستخدم going to لو كان في arrange كنت هتستخدم مضارع مستمر يبقى هنا هنستخدم going to طيب after طبعا انا افتر من غير فهل بيجي بعدها ال-ing يبقى after doing the shopping she no got home خلي بالك خلي بالك قلت لك برضو after من الحاجات اللي ما يجيش بعديها going to لو جيت كده لو حديها ما يجيش بعدها going to ولا يجي بعدها will تمام طيب يبقى الناحية التانية يا اما يكون معنا going to يا اما يكون معنا will الرجل محترم جدا هنا في سؤاله ما هو حاجة بتدل على ايه سمي قدرك بتدل على المستقبل اهم حاجة طالما امها هو المدارع ده المدارع البسيط بنستخدمه في المستقبل امتى لما يكون الزمن التاني ده الاصلا على المستقبل تمام يبقى خليك فاكر ان انت بتستخدم المستقبل معك هناك طيب ما فيش قال حاجة مستقبل من دولة here will تمام يبقى will go يبقى after she do the shopping او after doing the shopping she will go home بعد لما تعمل سوف تسبيل المنسل بجماغة كده هتجيبها ان شاء الله I know got my aunt next Friday طيب as I am welcoming some friends at home طيب هنا ده I am welcoming ده مدارع مستمر طيب عمتي مفروض انا اقول ايه I am not visiting I won't visit I can't visit I don't visit فاكر لما قلتلك اذا منعك حاجة يعني ما تقدرش تعملها واكيد ما تقدرش تعملها يبقى I can't انا لا استطيع الناحية التانية الحاجة اللي منعتك ده بتعتبر ترتيب عشان كده بتستخدم لها مدارع مستمر فهنا هتستخدم مين هتستخدم انا لا استطيع انا لا استطيع ان ازور مين عمتي الجمعة الفاتحة لان انا هكون يعني في ضيوف جاية عندي اصدقائي في البيت يبقى I can't visit طيب I am afraid انا خائف He no got his exam I am afraid سيفوني او خائف He no got his exam طيب انت حضرتك هنا عندك دليل ان هو مش هيعد الامتحان لان كلمة تباس على فكرة هل عندك دليل انا ما عنديش دليل بعد يقولي طب ما سواني برضو ما هو معايا will و معايا won't طب تعال نشوف السياء انا خايف هو يعد الامتحان انا خايف هو ما يعديش الامتحان سهلة خلاص بانت والله معك هي بقى هتقول مين هتقول won't تمام she is stubborn عنيدة كلمة stubborn يعني ايه عنيدة طيب it no got easy to make her agree to this plan او الخطة دي طيب واحد يقول لي عشان هي عنيدة طب بالله عليك انا قلتلك السمات الشخصية تعتبر دليل معك لا تعتبر دليل يبقى هتقول ايه من الصعب ان هي ايه حد يخليها تغير الخطة دي او سوري تخافج على الخطة دي تمام يبقى هتقول ايه انها لن يكون سهل ان انت تجعلها توافق تمام يبقى هتقول ايه won't تمام طيب تعال البعضي i won't go bed until انا مش هروح للسرير until حتى my father returns home ابي يرجع من البيت i mean that انا بعني بدا بعني ايه يلا كده انا مش هروح لغاية لما ويه يعني بما صح والما ويه يجي انا هروح اكيد طبعا الناس اختارت اجابة صح لان الموضوع ده سهل ان شاء الله جالك once my father arrives لما ويه يجي i will go to bed سوف اذهب يعني غلا سيق من دونه صح غلا اللي بعدها everything is arranged طالما شفت كلمة arranged مترتب بلا نستخدم حاجة فيها مضارع مستمر تمام what does this mean ده يعني ايه دور كده على المضارع المستمر وهاتو اللي هو مين my brother is getting married tomorrow تمام طيب my father has made up his mind قرر قرار طالما قرر قرار يبقى انت عايز حاجة فيها going to لا نور عليك تمام اتخذ قراره بالفعل هي بقى هتاخد مين هتستخدم حاجة زين ما قلت لك فيها going to طيب تعالي اللي بعدها i am about to leave اه ايه معنى كلمة about to شرحتها انا وبتكلم about to يعني معنى على وشك على وشك على وشك ان انا نغادر وعند التكلم عن اشياء على وشك الحدوث يا اساس هتستخدم مين هتستخدم going to لنور عليك I am going to leave soon طيب to redecorate his flat طالما في decide بعد استخدم going to هي بقى هنا هي بتقصح تمام طب تعالي بعدي I am going to look for a better job this mean أو this is هنشوف انا I am going to look انا هدور ان شاء الله فده ايه ده هم هي اعتبر طالما في going to هنا هي بقى ده اعتبر intention نية أو قصد طيب كريم will سوف خلي بالك كريم will come first this year this is يعتبر ايه will يبقى ده اعتبر تنبؤ بتنبأ ليه كريم يبقى prediction تمام I will buy you a tablet هشتري لك ان شاء الله tablet for your birthday this is ده اعتبر ايه ده اعتبر what promise keep calm or خلي بالك اهو زي ما قلت لك keep calm or I will تمام ايه معنى ده ان انا بعمل ايه ان انا بعمل تهديد threat تمام كده this school will be 70 years old next year هتكون ان شاء الله هتكون في المستقبل ان شاء الله ده يعتبر future fact excellent watch out بالله عليك طالما شفت watch out هه هتسخدم مين انا قد لك watch out المفروض going to طيب قد لك watch out you are going to step into a hole هتدوس على حفرة تمام this means فاكر لما قلت لك ان going to تي معناها على وشك وهنا برضه watch out اشياء على وشك الحدوث طب ايه من دونه كلهم معناهم على وشك الحدوث انا عرف انت اخترت ايه واخترت صح اللي هي is about to step extent لا نور عليكم طبعا زي ما انتم ملاحظين ان الدرس يعني اعتبر الى حد ما سهل وبسيط وان شاء الله هيكون معكم بسيط جدا وحياة كويسة فارجل انت تكونوا فهمته ومع التمرين ان شاء الله هيكون الموضوع سهل اكتر من كده دروقتي طبعا يا شباب جي مقعد نهاية الحلقة فانا حابب بس ان انا اقول لك يا شباب لازم ان انت تتمرن 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 والموضوع مش صعب حاول انت تعمل حاجة مرة وثنين وثلاثة وان شاء الله كل حاجة هتبقى معك سهلة والانجليز زي ما انت عارف جابل كده من خلال السنوات اللي فاتت انه عبارة عن حل امتحانات عبارة عن شوية كلمات بتحفظها عبارة عن شوية مذاكرة مش عارف ايه والغات لما بتلاجي نفسك ان انت تعودت على النظام كله لكن في البداية بتكون متخبط وتعيها شوية كده وبعدين ان شاء الله كل حاجة بتبقى تمامه زي الفل فارجو ان انت تحل على كد ما تقدر كده قدر كبير جدا من امتحانات وتحاول تمرن نفسك وما تيقش من اي حاجة ان شاء الله كل حاجة هتبقى سعلا وحتى لو الامتحان جاء اسئلة عامة او برا الكلام اللي انت بتدرسه الموضوع ان شاء الله مش هيكون صعب يعني هو عارف ان انت حضرتك مش يعني متخبط والمنهج ونظام وكل حاجة جديد عليك فان شاء الله هتكون الدينا سهلة وحاجة بسيطة فسوا جاملا الكتاب ومبر الكتاب ان شاء الله كل حاجة هتكون سهلة وبسيطة ان شاء الله بس انت اعمليلي عليك وان شاء الله كل حاجة تبقى سهلة لو انت مهمتش لايك في الفيديو ارأي تعمل 라يك في الفيديو وشير واشوفكم ان شاء الله في الحاجة والسلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة